وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور كريم بعد التحية يعني على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم سواء نتيجة لجائحة كورونا وآثرها السلبية على كل اقتصادات العالم وأيضا التغير المناخية كيف ترى أن مصر استطاعت ونجحت وبشهادات المؤسسات الدولية في النجاح في التحول للاقتصاد الأقدر وكذلك الارتقاء بحياة المواطن المصري طبعا الدولة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 والتي تتماشى مع زندة الأمم المتحدة بالتنمية المستدامة من ضمنها التحول إلى منظومة الاقتصاد الأخضر منظومة الاقتصاد الأخضر الهدف منها أولا ليس فقط بعد اقتصادي ولكن هو بعد بيئي وبعد صحي بيحرص عليه السيد الرئيس في تطبيقه داخل الدولة المصرية كلمة السيد الرئيس اليوم في فعاليات المنتدى أنا أعتبرها كلمة ذات عمك وتحليل ورؤية لأنها كلمة بتستهدف مستقبل واعد لكثة دول العالم من خلال التحول إلى المطهوم الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات التي واجهت العالم من خلال وضع خطط ورؤى تستهدف مواجهة هذه التحديات وتقليل مخاطرها في المستقبل القريب أو البعيد نعم يعني من وجهة نظر حضرتك ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات السابقة التي جعلتها قادرة أو تقف على أرض صلبة تواجه كل هذه الأزمات التي تعرض لها العالم وطبعا بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو من تهم في تجنيد الدولة المصرية والاقتصاد المصري المصار فيه نفق مصلم صارت فيه العديد من دول العالم والعديد من اقتصادات الدول الكبرى برنامج الإصلاح الاقتصادي هو من ساهم بدوره فيه الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري هو من ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات والصدمات والتغيرات الخارجية وأيضا قادر على التكيف والتعامل معها بسرعة نعم أستاذ دكتور كريم عادل رئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا جزيلا لنبودك معنا